بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تخلق بأخلاقه والتبع دائما بعد أيها الأخوة والأخوات لا زلنا مع وقفات مع حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه الذي كان حريصا في السؤال عن ما يقرب من الجنة ويباعد من النحر لأن الذي يدخل الجنة حقيقة هو رحمة الله عز وجل إنما عمالنا تقربنا للجنة مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمال الأعمال والأقوال فقد تقرب أما الذي يدخل إلى الجنة والله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وإحسانه وصلنا إلى الجزء الثاني وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دل سيدنا معاذ على ما يقربه من الجنة وينجيه من النار ويوعده من النار فقال ألا أدلك على أبواب الخير وهذا جواب الحكيم جواب الكريم أما السؤال قد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أراد أن يعطيه أكثر مما أراد حتى يزيده فهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة يعني الصيام هنا هو صيام النفل وإلا قد ذكر فيما يقرب من الجنة قال أنت صوم رمضان والصيام هنا الصيام جنة بمعنى أن توقف نفسك لله تعالى بالكلية يعني جوارح كلك يعني كل شيء توقفه لله تعالى فتكون في جنة الله يعني في وقاية الله وهو جنة من النار إذا كان الصيام جنة من النار فهو جنة إذا لم تكن في نص الله تعالى الجنة من لم يكن في النار فهو في الجنة إذن الصيام جنة ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وهنا الصدقة النافلة كذلك والصدقة برهان كما جاء في حديث صحيح مسلم برهان على يقين الإنسان في قول الله تعالى وفي السماع رزقكم وما توعدون فورب السماع والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وله يقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة يعني المال الذي تعطيه هو الذي يفضل هو الذي يبقى هو الذي يكون ظل يكون ظل ظل بالنسبة إليك يوم القيامة ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلاقى الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم صلاة الجوف الليل في الثلث الأخير من الليل يقوم الإنسان ليتعرض لنفحات الله عز وجل والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به بدون تشبيه ولا تكليف ولا تعطيل سبحانه وتعالى فيقول هل من سائلين هل من تائبين هل 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 والله تعالى يتعرض لنا فيتعرض له الإنسان فيركع ركعات وقيام الليل أمره كبير عند الله سبحانه وتعالى ودأب الصالحين منا وهو من منهج وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى أن يجعلنا من أهل أبواب الخير وأن يجعلنا من أهل مفاتيح الجنة وأن يجعلنا من أهل عفو الله ورضاه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين